استبشر أهالي القرى الواقعة في جنوبي ناحية تازى خيراً وتنفسوا الصعداء بعد أن تم تعمير الجسر المهدم الذي سيوفر لهم الوقت للانتقال بين قرىهم وأراضيهم الزراعية إلا أنهم انصدموا بعد إتمام الجسر بوجود هذه الحواجز التي يصعب رفعها مشكلتنا الجسر صار سنة تبلط وكملوه وهذا الصبات موجود لحد الآن ما فتحه ما هي السيارة؟ هذه السيارة تنقل الغراض من هنا نودي قدن وكيميائي ونودي غاز لأن المسافة بعيدة لا يمكننا نفتر مقادي تقريب نص ساعة عندما تفتر على القرية يعني تجيب سيارة من هنا؟ نعم سيارة من هنا وسيارة من هناك إذا تفتر من هناك نص ساعة أو ترجع من نص ساعة تقريب ساعة عندما ترجع وهذا مصرف البانزين شوفه وغاز وتدري مطار ماكو وسيقي وهذا يومي نفس الشغلة هذه معاناتنا من الجسر وصار سنة تبلط وما مستفدين كل شي منه ما فائدة الجسر إن كان لا يخدم المستفيدين منه لذا يطالب الفلاحين ضرورة افتتاحه بأسرع وقته بدل أن يقطع عشر كيلومترات حول المشروع الإروائي للوصول إلى أراضيهما جسر هذا سوه اليوم صار سنة وإحنا أسعينا أكثر القرى أكثر البيوت ما يرجعون من معانات الطريق يفترون لهم تقريبا ساعة زمان يرجعون نفس المكان يعني يفتر من يم السيطرة يروح للقرى البدو يرجع عن نوب وهو الجسر ما بيه مسافة ثلث كيلوات هي المسافة من السيطرة للقرى المال 2 طويل على ثلث كيلوات ولحد الآن سوه لا يفتحونه ولا الناشد بل شيء المحافظ والجهات الأمنية كلها بل شيء تفتحون لأنه هو الفلحك وفلح قادر المشروع سوء التخطيط من إدارة المحافظة التي أبقت الجسر مغلقا أمام الأحالي لأكثر من عام وأسباب إغلاقه ما زالت مجهولة توجهنا إلى المحافظة وجدنا الأبواب موسدة أمامنا بحجة بعض الإجراءة الروتينية سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك